مرحبا الزواج نعمة من نعم رب العالمين علينا وهو علاقة مقدسة بتجمع بين الرجل والمرأة أساسها الحب والتفاهم وفي عالم اليوتيوبرز والمشاهير بتنشأ العلاقات وأحياناً تتطور العلاقات للزواج لكن مش كلها بتنجح لأنه في منها بنكتب إلها الفشل من بداية الطريق وبهذا الفيديو رح نحكي عن أشهر خمس حالات انفصال صارت باليوتيوب العربي ميكس وضحى فعلياً خبر انفصال ميكس عن ضحى عامل زلزال بالسوشيل ميديا العربية كلها خاصة أنه قصة زواجهم كانت غريبة لأنهم قدروا من خلال لايفات التيك توك يتخطوا المسافات والتقاليد المعروفة في الزواج ميكس الأردني وضحى التونسية قدروا هذول الاثنين أنهم يتعرفوا على بعض خلال اللايفات واتطورت هاي العلاقة شوية شوية لحد ما صارت الخطوبة وبعدين الزواج وما ضلت قناة أو وسيلة إعلامية إلا وسط ضفتهم حتى يحكوا للناس كيف يتعرفوا على بعض وشو النصايح اللي بيقدموها لأي اتنين بدهم يتزوجوا لكن هاي الصورة الوردية انقلبت لصورة سودة بعد ما أعلن ميكس انفصاله عن زوجته ضحى بشكل رسمي فبعد سنة على زواجهم نشرت ضحى مجموعة استوريات كشفت فيها الجانب المظلم من حياة زوجها ميكس وإنها رح تطلع تحكي كل إشيه وبعدها نشرت فيديو في تلميح إنها هي لشهرة ميكس فهنا ميكس بعاتي لها ورق اطلاقها على تونس على طول ومن بعد هيك صار كل طرف يطلع يلمح بالكلام على التاني لحد ما انفجرت الأمور بينهم وكشف كل طرف جزء من المشكلة لكن الأهم كان لايف ضحى اللي بكيت فيه وقالت إنها راحت للأردن حتى تصالح زوجها واعتذرت في الفيديو من إمه واتهمت أحد الداعمين بإنه السبب في الطلاق والصدمة في الموضوع يا جماعة إنه عن جد كانت حياته من بين عليها حلوة وإنه عايشين حياة زوجية سعيدة ولكن من الواضح إنه هالعلاءة اللي الناس مفكرها علاءة قوية طلعت مزيفة وعند أول مشكلة صار اللي صار مهر ومقدم ومؤخر وأطلبي ذهب ودايما أطلبي الدنيا الكل والله العظيم والله العظيم لفرطها كان أنس الشايب وبساني اسماعيل بلش الثنائي أنس وبساني على اليوتيوب قبل ثلث سنين تقريبا وكانوا بينشروا مع بعض فيديوهات وتحديات وفلوكات وكل واحد كان بيظهر على قناة التاني كجزء من البزنس اللي بينهم وبعد ظهورهم المشترك في معظم الفيديوهات الجمهور حبهم مع بعض وبعدها هم أخذوا الموضوع كمحتوى وصاروا يصوروا مقاطع كأنهم مرتبطين أو بفكروا بالارتباط وكان واضح من كمية المقاطع اللي عملوها إنهم ماخدين هذا المحتوى للشهرة ولترندات وأنا من الناس اللي كون يتماخد هاي الفكرة عنهم إذن ما كان مستنخ لا 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 لحد ما صار الانفصال واللي اكتشفوا المتابعين من خلال إلغاء المتابعة بين الطرفين وعدم نشر أي مقاطع مشترك ومن بعد هيك صاروا يطلعوا مقابلات وفي كل مقابلة كانوا بنسئلوا عن أسباب الانفصال وبقدر أحكي إنه من هاي اللحظة بلشت لدراما وكل واحد صار يرد على التاني فبعد المقاطع اللي نشره أنس بمناسبة البيت الجديد اللي اشترى لأمه ظهرت بسان وحكت بإنه أنس ما اختاري ضحي عشانها ورد عليها أنس في مقابلة تانية وحكى ما بضحي بأهلي عشان حدا وإمي خط أحمر والمشكلة في هاي العلاقة إنه كان يمبين إنهم حيخطبوا بعد شهر أو شهرين لكن التنين صدموا المتابعين لما تركوا بعدي بشكل نهائي وهاي سنور الانفصال إنه البيت اللي شيرت له أهلي ومسجلوا باسم أمي إنه أسجلوا باسمها وكمان كان يمبين إنهم على علاقة قوية جدا ورغم هيك انهارت هاي العلاقة عند أول مشكلة علانية والإشكالية الأهم إنه الطرفين كانوا عايشين مع بعض كأنهم مخطبين وهذا ما بيجوز لأنه ما فيه إشي رسم بينهم لما تتخانقوا هم بتبلش رثيقتك أو الشخص أو أي حدا يعمل حركات بتصير تكرهي أكتر في مثالي ليا حمزة وحسام بعد خبر خطوبة ليا حمزة اللي صار الترند طلعت في الترند الثاني وهو لبس الحجاب وأغلب المتابعين ربطوا الحجاب بالخطوبة وزهرت ليا في مقاطع مع خطيبها حسام وهما بيقضوا لحظات سعيدة وحلوة لكن المتابعين لاحظوا قياب حسام عن القناة فصاروا يسألوا ليا ليش ما بيظهر حسام معك طلعت ليا وحكت إنه صار بينهم انفصال وإنه كل شيء اسمه ونصيب وبعد هاي القصة رجعت ليا حمزة وخلعت الحجاب وصار الترند ثاني وهالشي خلى كتير من المتابعين يعلقوا على تصرفها وهلأ ليا وحسام انفصلوا وما حد بعرف السبب الواضح ورا انفصالهم لأنه الاتنين قرروا ما يحكوا شيء عن الانفصال على السوشيل ميديا ريمة وباسل بلشت علاقة باسل لريمة في روسيا لما تعرف باسل على ريمة وقرر يتقدم لها ويخطبها وهالحكي كان في 2017 وقتها قرر باسل انه يدعم ريمة ويعمل لها قناة وبالفعل صار يصور ويمنتجل هالمقاطع على قناتها وبعدها صاروا الاتنين يطلعوا في مقاطع سوا على قنواتهم ولكن بعد فترة اكتشف المتابعين انه باسل وريمة من زمان ما صوروا اي مقاطع مع بعض وما لهم ظهور مشترك ووقتها طلع باسل في فيديو صار يحكي فيه عن السبب والصطمة لما قال باسل انه انفصل عن ريمة عام 2019 بعد فترة خطوبة استمرت سنتين وانه هالقرار كان بناء على طلب من ريمة وهذا اللي خلى الجمهور يستغرب لانه ريمة وباسل ما حكوا للجمهور انه مخطوبيا احنا كنا خابين والفكرة انه انا وريمة اللي حالين مفصلين وبعد هالمقاطع طلعت ريمة وردت على باسل باسلوب محترمت الاسلوبة وطلبت من باسل انه ما يحكي بعد هيك بهذا الموضوع على السوشيال ميديا وبتمنى الصراحة انه هذا الموضوع ينتهي هون ما نجيب سيرة بعد ابدا من اليوم هو رايح ولكن بعد سنة من هالحكي طلع باسل في مقطع تاني بعنوان الاسرار اللي كنت مخبيها عنكم وحكى فيه انه ريمة استغلته وبعد انفصالهم هو تأزى كتير ونفسته تعبت والصدمة كانت لما حكى انه ريمة كانت بتخونه بعيد المحادثة بتكون عم تحكي لصديقتها انه هي بتحب شخص كتير 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 حرفيا انصدمت وهالكلام كتير كبير وما بنفع ينحكى قدام ملايين من الناس وخاصة انه بمس سمعة البنت وبعدها طلعت ريمة وحكت انه ما استغلت باسل لانه كان ياخد ارباح 60% من القناة وحكت بمقطع الانستجرام انه هي مصدومة من تصرف باسل وكيف بحكي معها هيك وهي كانت بامانته فرد باسل وما خلى طابق مصطور وقدر انه يشوه سورة ريمة فيه نظر كتير من المتابعين بعد ما ركز على الجانب المظلم او السيء من شخصية ريمة وبالنهاية شو ما كان سبب الانفصال بينهم فما بزبط يعملوا هيك ويفضحوا حالهم عيلة شادو وخليل هي عيلة فلسطينية كانت مقيمة في المانيا وانفصلوا عن بعض بعد 6 سنين من الزواج اما عن السبب فهم ما حكوا فيه من البداية وصرحت شادو بانه هادي مواضيع عائلية وخصوصية ومش حابة تحكي فيها وانه هم حاولوا كتير يكملوا مع بعض ولكن ما يقدروا والطلاق كان انسب حل الهم الطلاق هو حل لاثنين مش قادرين يعيشوا مع بعض وبعد الانفصال مرض ابنهم إيلان وعمل أربع عمليات وكان وقتها خليل واقف مع شادو بكل شي بخص ابنهم وحاليا كملت شادو في حياتها وهي مكملة في محتواها العائلة على اليوتيوب مع ابنها إيلان وقدرت تنتقل من ألمانيا لدبي والعبرة من هاي القصص كلها يا جماعة إنه اليوتيوب والسوشيل ميديا مش مكان للمشاكل العائلية والفضفضة ولازم تعرفوا إنه مش كل شي بنشوفه على الإنترنت صحيح وقصص الحب والزواج والمقاطع اللي مليانة حب مش شرط تكون بتمثل الحياة الواقعية لأي يوتيوبر وبس والله هذا كان مقطعنا لليوم بتمنى يكون عجبكم ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي